مرحبا بكم مجددا إلى قناة Master English أتقن الإنجليزية اليوم دارسنا هو الجزء السابع عشر من ألف كلمة شائعة في اللغة الإنجليزية حب أعرف رأيكم بهالسلسلة لهلأ تليز اكتبوا لي آراءكم واقتراحاتكم بالكومنس وإن شاء الله لح نجرب نحسن بحالنا ونحسن بهالسلسلة أكتر ما تنسوا كرميل ما يروح عليكم ولا درس من دروسنا تضغطوا على زر سبسكرايب بعدين تضغطوا على زر الجرس وما تنسوا تشاركوا هالدرس ما أحبابكم على مواقع التواصل الاجتماعية كما يستفيدوا معكم هيا لنبدأ Let's begin Foot Foot تعني قدم Foot ملاحظة أن جمع foot هو feet ولا نقول foots Feet تعني أقدام Feet My foot hurts قدمي تؤلمني Hurts تعني يؤلم My foot hurts I am five feet six inches tall بأمريكا لا يستعملون المتر لقياس الطول بل يستعملون الأقدام لذلك فقط تسمعهم يقولون I'm five feet tall أو I'm five six وهي تعني أن طوله خمسة أقدام وستة إنشات I'm five feet six inches tall Four Four هو preposition وقد تعني إلى أو لي أو لأن وإن شاء الله حيكون في سلسلة بالتفصيل عن الـ prepositions Four I'm so happy for you I'm so happy تعني أنا سعيد جدا For you لأجلك I'm so happy for you Force Force تعني قوة أو إكراه وقد تعني جيش وإن كانت فعل فهي تعني أجبر Force Charlie forced a smile Smile تعني ابتسامة Force a smile تعني أجبر نفسه على الابتسامة Charlie forced a smile I'm in the air force Air force تعني قوات جوية I'm in the air force تعني أنا في القوات الجوية أو أنا أعمل في القوات الجوية Foreign Foreign تعني أجنبي أو غريب Foreign I speak two foreign languages I speak تعني أنا أتكلم Two تعني اثنين Foreign تعني أجنبي Languages تعني لغات أتكلم لغتين أجنبيتين I speak two foreign languages Forget Forget تعني ينسى Forget والفعل الماضي لفرغت هو Forgot Forgot I forgot to set the alarm for this morning I forgot تعني أنا نسيت وهي في الفعل الماضي To set the alarm Set the alarm تعني أضبط المنبه Alarm تعني منبه For this morning لهذا الصباح I forgot to set the alarm for this morning Form Form تعني شكل أو استمارة وأن كانت فعل فهي تعني يشكل أو يكون Form I signed the form I signed تعني أنا وقعت على The form هنا تعني الاستمارة I signed the form Swimming is a form of exercise Swimming تعني السباحة Exercise تعني رياضة لذا هنا Form تعني شكل أو نوع السباحة شكل من أشكال الرياضة أو السباحة نوع من أنواع الرياضة Swimming is a form of exercise These three lines form a triangle These تعني هذه Three lines تعني خطوط ثلاثة هذه الخطوط الثلاثة Form هنا تعني تشكل Triangle تعني مثلث هذه الخطوط الثلاثة تشكل مثلثا These three lines form a triangle Former Former تعني السابق وممكن أن تكون former هي noun لي form وبذلك قد تعني المكون Former Obama is now the former US president Here Former تعني السابق Obama هو الرئيس الأمريكي السابق الآن Now تعني الآن President تعني رئيس Obama is now the former US president Forward Forward تعني إلى الأمام وقد تاني يقدم أو يبعث Forward Move forward Move تعني تحرك Forward تعني إلى الأمام تحرك إلى الأمام أو بمعنى آخر تقدم Move forward I will forward the email to you I will forward هنا تعني سأبعث أو سأقدم The email تعني البريد الإلكتروني To you لك سأبعث البريد الإلكتروني لك I will forward the email to you Formal Formal تعني رسمي Formal Do you sell formal wear? Wear هنا تعني ملابس وإن كانت فعل فهي تعني يلبس Do you sell? تعني هل تبيعون? Formal wear ملابس رسمية Do you sell formal wear? Free Free تعني مجاني أو متوفر Free I'm free today هنا free تعني متوفر Today تعني اليوم أنا متوفر اليوم I'm free today Friend Friend تعني صديق Friend أحمد أحمد is my best friend أحمد is my best friend Best friend تعني صديقي المفضل أحمد is my best friend From From أيضا هي a preposition وقد تعني من وقد تعني منذ From مثال على ذلك I am free from 6 p.m. till 12 a.m. أنا متوفر هنا free أيضا تعني متوفر من الساعة السادسة مساء from 6 p.m. till 12 a.m. إلى الساعة الثانية عشر صباحا I am free from 6 p.m. till 12 a.m. Front تعني جبهة وقد تعني أمامي Front My sister was sitting in front of me My sister تعني أختي Was sitting تعني كانت تجلس In front of me تعني أمامي My sister was sitting in front of me Full Full تعني كامل أو مليء وقد تعني شبع Full I'm full تعني أنا شبعان أو أنا شبعت I'm full What's your full name? تعني ما اسمك الكامل Name تعني اسم What's your full name? Fund 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 تعني صندوق مالي أو اعتماد مالي أو موارد مالية Fund We're raising funds for orphans Raise funds تعني يجمع المال We're raising funds تعني نحن نجمع المال For orphans للأيتام We're raising funds for orphans Future 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 تعني المستقبل Future Think of your future Think تعني فكر أو هنا تعني ب Your future مستقبلك فكر بمستقبلك Think of your future Game Game تعني لعبة Game I love video games تعني أنا أحب الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو I love video games Garden Garden تعني حديقة أو بستان أو جنة وأن كانت فعل فهي قد تعني يعمل في البستان Garden Janna is watering the garden Watering هنا تعني تسقي بالماء Janna تسقي الحديقة Janna is watering the garden Gather Gather تاني يجمع Gather I am gathering some information for my research I am gathering تعني أنا أجمع some information تعني بعض المعلومات ملاحظة أن information uncountable ولا يمكن أن نزيد حرف أس لها For my research لبحثي أنا أجمع المعلومات لبحثي I am gathering some information for my research الكلمة الأخيرة لليوم هي General General تعني عام أو شامل وقد تعني لواء General It was the general opinion Opinion تعني رأي كان الرأي العام أو كان هذا الرأي العام It was the general opinion In general Germans are hardworking هنا عندما نقول in general فنحن نعني بشكل عام أو بصورة عامة Germans تعني الألمان Hardworking تعني يعمل بجهد أو مشتهد في العمل بشكل عام الألمان مشتهدون في العمل In general Germans are hardworking Congratulations Your vocabulary is growing مبارك الكلمات التي تعرفها تكبر هيا ركين درسنا اليوم بتمنى يكون عجبكم ما تنسوا تكتبوا لي آراءكم عن هالسلسلة وما تنسوا تعملوا like subscribe وما تنسوا تشاركوا هالدرس معرفقاتكم كل ما يستفيدوا معكم شوفكم المرة الجاي إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة